أن تصبح طبيباً فقد تحقق الحلوم أما أن تصبح طبيباً ناجحاً فقد تحققت المعجزة هو طبيب ناجح وهو أستاذ وباحث ورائد وهو قبل كل شيء إنسان أصله من بلاد الأرز ولد في بوستن، شب في بيروت، هاجر إلى نيويورك نال شهادة في الطب هناك وتابع تدريبه في الطب الداخلي وحاز رتبة الزمالة في أمراض الدم والسرطان وكان عضواً في الهيئة التعليمية لمركز أمدي أندرسون للسرطان في جامعة تاكساس وانضم في عام 2003 إلى معهد وينشيب للسرطان في جامعة إيموري في ولاية جورجيا الأمريكية وكان ما كان في إيموري أمضى الطبيب دزينة أعوام من عمره عين في خلالها عميداً تنفيذياً مشاركاً في الأبحاث ومن هناك انطلق في طرح نظريات وفي ضحض نظريات بحث وغاس وغار في سرطان الجزئيات محولاً النظريات إلى واقع تجربي محققاً مع فريق العمل تقدماً في أبحاث سرطانات الرئى والقصبة الهوائية والجهاز الهضمي العلوي وفي شخصنة الورم السرطاني عبر فحص جديد يجعل من كل مريض سرطاني حالة ولكل حالة علاج متواضع هو ويمتلك رؤاً وأبعاداً وهو يتحدى ويثابر ويصمم ويقتحم ويتابع حتى الهدف في اختصار هو الطبيب الذي علم طلابه كيفية التحليق من دون شبكة أمان واستكشاف مجالات لم تستكشف من قبل انتخب الرئيس السادس عشر للجامعة الأمريكية في بيروت أمنيته أن تقارن الجامعة التي تسلم اليوم مهامها نفسها مع الأفضل مع الصين ربما لما لا ما دام هناك في الصين يقارنون أنفسهم مع الأفضل فليبسط طلاب الطب بأجنيحتهم وليحلق بلا خوف فها هو رائد الإنجاز العلمي والتكنولوجي قد حتى هنا ترجمة نانسي قنقر